مثلا النجم اللي ماشي اصل محمد صلاح اصل محمد صلاح محمد صلاح مالو ملو يا كريم دى يعني الناس في مصر طلعت محمد صلاح بيخوى منتخب مصر تخيل لعيب لعيب موصلة كاسعالم مرتين وارا بعد لعيب من اكتر الناس في موجودة في تاريخ مصر جايبها اهداف ولسه قدامه ربنا اديله الصحة لعيب بيضحي كتير جدا جدا عشان منتخب مصر لعيب بيعمل كتير قوي عشان منتخب مصر وفي الآخر عشان ماتش مصاب مصاب والناس عارفة ان هو مصاب لا ده هرب ماينفعش يسيب المنتخب الزاي مالعبش هو مصاب يعني لازم يباراته مطاب الله في الحد كتب كده قالك هو الزاي مالعبش هو مصاب يعني معلش يعني مش اصابات دي ما هو طلع من نهاية دوري أبطال أوروبا عشان يتصاب نهاية دوري أبطال أوروبا عشان يتصاب هيامل ايه يعني وبكى وعمل كل حاجة يعني ما شفناه كل الناس شافته وبعدين يا جماعة لازم نفرق بين أن أنت عندك المقدرة أن أنت تروح تتعالج وترجع بسرعة عن أن أنت قاعد ومبلط وقاعد جنبك يقول لك يقعد عشان يبقى معناوين كويس للفرقة طيب أنت عايزه معناوين ولا فنياً مش فاهم والله يا كريم أنا بستعجب وعلى فكرة دنجون كبار قوي بيتكلموا في الحتة دي يعني يا جماعة عيب على فكرة محمد صلاح ده آيكونة لازم نفرق لازم إحنا ليه ما بنكبرش أولادنا يعني ليه ما بنعليش أولادنا ليه ما بنحطش أولادنا في الحتة الطبيعية بتاعتهم امشي في أي حتة في العالم قول محمد صلاح في اللي أحسن امشي في أي حتة فقسان جربتها امشي في أي حتة في العالم قول أنا مصري وإنت بتقول مصري يقول لك محمد صلاح هو يقول لك كده الله ينور عليك إنت بتقول أنا مصري فهو يقول لك محمد صلاح الله يناور عليك أنت جبتها صح يعني قلتها صح 100% طب أنت يعني أنت إحنا كنا الأول مشهورين بالأهرامات ولأ وأسماء عظيمة وكبيرة وتاريخية ورموز مصري في كل مكان في العالم فمحمد صلاح ده واحد من الرموز دي ما بختلفش بس برضو أنت كنت بتشتهر بالأهرامات دلوقتي يعني يقول لك أصلاح مصر الأهرامات مصر مش عارف بإيه إنما دلوقتي مصر محمد صلاح أجمع مصر في الكورة خلينا نبقى يعني الكلام ده ما محمد صلاح ما هو جميل كورة الله يناور عليك لا معصر الثاني ما أقول لك هو إحنا عندنا الحمد لله الحمد لله من كارل ربنا علينا عندنا رموز في كل المجالات قطير فالرموز بتاعنا في الكورة في العالم محمد صلاح يعني بندوس عليه